لو حبيت اتواصلي الرسالة للطرفين ايه اللي بدك اتواصلي؟ لو انت إنسان بعدت عن المسيح وروحت للإسلام لأي سبب أياً كان أنا بطلب منك لآخر مرة وبأمانة وبصدق قدام الله قل لي يا رب من فضلك لو كنت انت الإله الحقيقي تعالى المسأل لو كنت انت فعلا الله الحقيقي تعالى ظهر لي ذاتك عرفني انت مين لو انت فعلا الإله الحقيقي عرفني الطريق انت قلت أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الأب إلا بيه يعني من خلالك انت العلاقة مع الله الأب لو انت الحقيقي عرفني طريقك يا رب من فضلك وأنا آثق أن الله النهاردة يوصل لك أنا آثق أن الله النهاردة يتراء لي لو انت بقى بتاخد الخطوة الأولى وعايز تعبر إلى المسيح أنا بصال لي أن الرب يأيدك بالروح القدس أنا يدي لك سلام داخلي عمرك ما توقتو يدي لك فرح داخلي عمرك ما عرفت عنه حاجة يعلم لك أنه هو الإله القدوس اللي بيقبلك الإله القدوس لكن بيقبلك زي ما أنت وبيحبك محبة أبادية أنا آثق أن الله يصل إليك النهاردة أمين ربنا يباركك أخت رشا شكرا كتير وأنا عاوز أشجع كل مشاهد يعني إذا أنت بتيجي للمسيح أنت مش جاي على أساس هجرة لبلد مسيحي ولا على أساس في طموح جامعي ولا طموح مادي ولا أي شيء أنت بتيجي للمسيح لأن المسيح غفر خطيات والمسيح أجى حتى يخلصنا من الخطية ومن الهلاك الأبدي ونقلنا من الظلم إلى النور وعطانا حياة أبدية والمسيح بيدعوك إيمانك بالمسيح لابد أن تواجه الصعاب والضيقات ولكن ملايين من الناس من العابرين مسلمين وغير مسلمين اللي صمموا أنه مستعدين يدفعوا أي ثمن من أجل ربحهم ليسوع المسيح الفكرة مش في العدد ولكن الشيء الأساسي هل عندك حياة أبدية وهل عندك ضمان الحياة الأبدية أنا بدعوك الآن تأتي إلى يسوع المسيح وفيك تيجي يعني بأسرع طريقة تقول له اللهم ارحمني أنا الخاطئ صليها من قلبك قل لي يا رب أنا بتوب عن كل خطية افتح عيني افتح ذهني افتح قلبي أدعوك إلى حياتي بتوجك رب وملك ومخلص على حياتي وإذا صليت منحب نسمع منك ربنا يباركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة